هل ما أصاب الصين من فيروس كورونا هو عقوبة إلهية؟ انتشر هذا القول في مواقع السوشيال ميديا وفي كلام الناس فأولاً هذه القضايا فيها أبعاد مهمة البعد الأول القدرة الإلهية مطلقة وغير محدودة والله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيى الموت وعلى أن يخصفها بالأرض وعلى أن يرفع السماء فلا أحد يجادل خاصة من المؤمنين في قدرات الله سبحانه وتعالى وعظم شأني جل وعلا الأمر الثاني للدعاب أن النبي دعا على المخالفين أو على المشركين الأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو على المخالفين بل في أشد لحظات الألم التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف عندما أدميت قدم النبي عليه الصلاة والسلام وكما ورد جاءه ملك الجبال قال يا محمد إن شئت لأطبقن عليه من الأخشبين فرفض النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعل الله يخرج من أصل به من يشهد أن لا إله إلا الله بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسلم لم أبعث يعني لا عانا ولا شتاما الأضياء الثالثة الافتراء على الله والتأكيد بالجذب أن هذا الفيروس عقوبة من الله للصين هو افتراء على الله سبحانه وتعالى لا أحد يملك أن يدعي هذا للدعاء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي دي المقدمات الثلاثة الخاصة بموضوع العقوبة الإلهية طيب ما نتائج التفكير بهذه الطريقة على المسلمين في الدنيا في العالم أولا يقل التعاطف الدولي والإنساني مع قضايا المسلمين احنا أكثر منطقة منكوبة بالأمراض والأبياء والحروب الأهلية ونحتاج إلى عون الشركاء والإنسانيين في العالم لدعم قضايا المنطقة لما نقول لكل شيء عقوبة تسونامي عقوبة زلزال كينيا ابتلاء زلزال نيروبيا عقابه من الله مبين من يتعاطف معك إذا أنت كنت بتدعي أن كل فعل بالقوم الأخرى عقوبة طيب خلينا منطقيين ولنا تناقض طيب ما يقع عندنا من أمراض الآن اليمن في كارسة سوريا في كارسة دي بقى محبة من ربنا ولا عقوبة إذا هنمشي المصطرة مصطرة واحدة هتبقى عقوبة فنحن وقعنا في خلل كبير الأمر الثاني التفكير بهذه الطريقة لن يفيد قضايانا يعني هل الأجور الآن استفادوا الآن من تفكير حضرتك وحضرتي مثلا أن دو عقوبة إلهية من الله عشان الصين بتحارب الأجور ما القيمة المضافة المستفادة لهذه القضية الأول نقطة الثالثة التفكير بالمعجزات وحل المشاكل بانتظار المعجزة بيجعل الفعل الإنساني الحضاري العربي والإسلامي فعل قائم على انتظار المهد المنتظر ربنا يخلص المسال ربنا يحل المسال فأعتقد للدعاء أن العقوبات أو الزلازل أو البعض الكوارثة الطبيعية عقوبة من الله خاصة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أضية فيها افتراع على الله ومزعجة جدا للفعل الإنساني الإسلامي وتقطع التواصل الإنساني ترجمة نانسي قنقر